سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 يدخل أيامه الأخيرة أصطى منافسة شديدة بين المرشحين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس لكن سؤال الأبرنز هنا إلى أي مدى قد تؤثر تلك الانتخابات على أوضاع الشرق الأوسط المرشحان كامالا هاريس ودونالد ترامب كفحا لجذب الناخبين من الشرق الأوسط قبل توجههم نحو صناديق الاقتراف الخامس من تشرين الثاني المقبل بوعود تخص عمليات تهديئة منطقة حيث حاولت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس تجنب ربطها بموقف إدارة بايدن الدعم للعدوان على قطاع غزة إلا أنها أظهرت بعض الدعم من خلال حاديثة الانتخابية لجيش الاحتلال مع الليدانات القاسية للخسار المدنية في غزة ولبنانا وعلى الجانب الآخر يقول رئيس سابق دونالد ترامب إن حصول كامالا على أربع سنوات أخرى فسوف يقضي الشرق الأوسط العقود لأربعة القادمة في الاشتعال مصرا على أن شيئا من هذا لم يكن ليحدث في عهده وأنه يستطيع أن ينجع له كل هذا يختفي إذا تمت إعادة انتخابه وعلى ما يبدو أن جبهتي لبنان وغزة ليست فقط ما ينتظر الرئيس الأمريكي الجديد بل هناك بوادر الصراع العسكري بين طهرانا وتل أبيب الذي يضع المنطقة برمتها على صفيح ساخر وقد يجر بها نحو المجهول ما لم يتم تدارك الوضع بأسرع وقت ممكن فلنستمع إلى ما قاله الخبير في سياسة الدولية مهند الجنابي قدوم إدارة ديمقراطية بانتخاب كاميلا هاريس أنا أتصور بأنه سيبقي السياسة الأمريكية كما هي في إدارة بايدن مع العمل ربما على إيجاد مبادرات دبلوماسية تعمل من خلالها الإدارة الجديدة إلى خمض التصعيد بين طهران وتل أبيب أما إذا ما ذهب دائل سيناريو إدارة جمهورية بانتخاب دونالد ترامب أنا أتصور بأنه سيفاشر سياسته الخارجية وإثلاء منطقة الشرق الأوسط وبالتالي البحث عن حالة توازن القوى وفق الوطيات فلترامبا والهاريس يتم التعاني بميزة سياسية واضحة فيما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط إلا أن الشيء المؤكد هو ما سيحدث بعد يوم الانتخابات الأمريكية حيث تراقب القوى في المنطقة النتائج عن كثب أمكانية أي تحولات في السياسة الخارجية الأمريكية والتي قد تسهم إلى حد كبير بوقف الصراع في الجبهة المشتعلة داخل الشرق الأوسط إذن المواضلة الأمنية بالنسبة لدول الشرق الأوسط ستظل قائمة في حال فازأي من الطرفين في سباق الانتخابات الأمريكية فالأولوية ستكون منصبة نحو منع توسع الصراع العسكري اتخل المزيد من الدول في دائرته